احمد في لوكس في الفيديو ده بيهاجم احمد موسى وبيقول له انا بستأذنك اخرص احمد موسى قبل كده رفع دعوة قضائية على المنتج تامر حبيب بسبب الهجوم عليه في احد البرامج هجوم شبه ده وتم تكلفة تامر حبيب ما يقرب من نصف مليون جنيه غرامة قضائية بعد مرحلة طويلة من التقاضي احمد في لوكس كل يوم يطلع يهاجم حد شكل مرة امينة خليل وطبعا عنده حق في الفيديو اللي هجمها عليه ومرة احمد موسى وعنده حق اكيد في الفيديو اللي هجمه فيه ولكن هو برضو طلع حجم الصحفيين عشان بينقله كلام ابو قاله وطبعا ما عندهش حق في اللي هو قاله احمد في لوكس بيحاول يصلح الكون من وجهة نظره اعتقد ان احمد موسى سوف يرفع دعوة قضائية على احمد في لوكس اول ما يشوف الفيديو ده والفيديو المنشور هنا على كواي ما كانش فيه اي اشارة لعمر اديب كل هجوم كان على احمد موسى اللي يعتبر ده تاني فنان يهاجمه في الايام الماضية او الفترة الماضية بعد المنتج والمخرج تابر حبيب